ترجمة نانسي قنقر 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 واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان خديقا مديا إذ قال لأبيه يا أبت المتعبد ما لا يسمع ولا يذكر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء لي من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرخمان عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهل أرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حكيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتذلكم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إزحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم نسال صدق عليا واذكر في الكتاب نوسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ونادينا من جالب الصور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أطاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إبريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا أليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجذينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبؤيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها دفرة وعشيا إنك الجنة التي يورث من عبادنا من كان سقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما تعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سنيا ويقول الإنسان أئذا ما مست لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أما خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحسرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جتيا ثم لننفعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظارين فيها جتيا وإذا كتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلتنا قبلهم من طرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الظلالة فليمدد له الضحمن مزا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مزا ونرثه ما يقول ويأتينا فرضا واستخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم أزا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وسدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من استخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تشاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخض الغبال هزا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يستخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آسيه يوم القيامة قضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدعل لهم الرحمن مددا فإنما يسترناه بلسانك لتبشر به المستقين لتبشر به المستقين وتنذر به قوما مددا وكم أهلكنا قبلهم من قر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا